أجواء ملبدة خيمت على أولى محطات الطريق بين أنقرة والإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن فعلى مدار الأيام القليلة الماضية خرجت انتقاذات وصفت بالساخنة من كلا الجانبين ولكن تصريحات من واشنطن تشي بكسر حالة الترقب التي سادت على مدار فترة الخلافات حول ملفات ليبيا وسوريا وصفقة S-400 الروسية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن واشنطن وحلف النيتو لهم مصلحة قوية في الحفاظ على ارتباط تركيا الوثيخ بالتحالف وأكد أن الحلف سيصبح أقوى بعد فترة من الخلافات الداخلية كيف ستكون العلاقة بين أنقرة وواشنطن بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض وهل ستعود العراطات إلى سابق عهدها من باب حلف النيتو لمراقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن المستشار السابق للرئيس أوباما روجر فيسك معنا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية طاها عودة أوغلو مرحبا بضيفي سيد فيسك مرحبا بك معنا دعني أبدأ معك لافت هذا اللقاء اللقاء الأول على هذا المستوى بين وزير الخارجية بلينكين ونظيره التركي على هامش النيتو سنستعرض بعد قليل بعض ما جاء في هذا من مواقف ولكن هل نحن أمام علاقات أفضل مما توقع البعض بين واشنطن وأنقرة في المرحلة القادمة شكرا جزيلا على استضافتي أعتقد أن الجواب القصير هو نعم الدبلوماسية التي تخاذ الآن تبعث على التفاؤل لأن هناك مساعي من أجل الوصول إلى أيام أحسن بين البلدين ولذلك فإن بلينكين وشاوش أغلو جلس معنا وأعتقد أنه بعد نحو الشهر وبعد تلك الخلافات التي جارت بين بايدن وتسميته بوتين قاتلا وبعد منع أو عفوا بعد انسحاب تركيا من تلك الاتفاقية لمكافحة العنف ضد النساء بعد تلك السجالات أصبح الآن جليا أن هناك مجال لاستعناف التعاون بين تركيا وأمريكا وخصوصا بعد أن اعتقد كثيرون أن تلك العلاقات الجيدة التي استفد منها أردوغان مع ترامب لن تتكرر مع بايدن لكن الآن أسس العلاقات بين البلدين يتبين أنها قوية لأنه بعد سبعين عاما من العلاقات بين تركيا وأمريكا يمكن أن تستمر هذه العلاقات مجملا هذا جيد سنسلاح مرحبا بك معنا علاقات قوية لا شك علاقات تقليدية تربط الولايات المتحدة بتركيا منذ عقود طويلة ولكن هذا لا ينفي أن هناك ملفات خلافية وعميقة خلافات عميقة بين الطرفين دعني بسرعة أستعرض ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين بعد لقائه مع السيد شاويش أغلو يقول الوزير الأمريكي ليس سرا أن لدينا خلافات مع تركيا ومنها خلاف بشأن S400 ليس سرا أيضا أن تركيا حليف عتيد ومهم وهي أيضا حليف أعتقد أن لدينا مصلحة قوية في بقائه مرتبطا بالنيتو تصريح واضح يعني كما أشرنا خلافات موجودة ولكن تمسك بوجود تركيا كعضو أساسي في حلف النيتو هل نحن أمام كسر للجليد بين العلاقات بين الطرفين وربما تكون العلاقة أفضل مما اعتقد البعض مع وصول سيد بايدن إلى البيت الأبيض نعم سيد خير لك أستاذ مهند وضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين يعني على الرغم من أن هناك ملامح على علاقات التركية الأمريكية لم تتضح بشكل كامل حتى هذه اللحظة خاصة بعض الخلافات في الأيام الأخيرة الماضية ما بين الطرفين لكن اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية اليوم في بروكسين هو حقيقة مؤشر مهم للغاية وأيضا تصريحات الوزير الأمريكي بأن تركيا عضو مهم في حلف الناتو بأن كلا البلدين يسعيان لحل الخلافات ما بين الطرفين هذا اللقطة مهمة للغاية ولكن يبقى هناك السؤال المطروح وهنا يطرح هنا في أنقرة لماذا إلى حتى هذه اللحظة لم يتم الاتصال ما بين الرئيس بايدن ورئيس أردوغان على الرغم من مرور أكثر من شهرين ولكن إذا تحدثنا عن التصريحات الأمريكية الجديدة وخاصة فيما تتعلق بأهمية تركيا في حلف الناتو التي صدرت من الوزير الأمريكي أعتقد أن هناك عدة أسباب من وجهة نظري السبب الأول وهو هناك معرفة إن كانت من قبل الغرب أو حتى من قبل الولايات التحدة الأمريكية عن وجود تنصيخ تركي روسي منذ فترة وهذا هناك قلق من كل الطرفين أقصد أوروبا وأمريكا من هذا التقارب وابتعاد أنقرة عن المحور الأمريكي النقطة الأخرى واللافتة غدا هناك زيارة مهمة لوزير الخارجية الصيني إلى أنقرة أعتقد أن هذه الزيارة لها دلالات عديدة أنه سوف يأتي يبحث ملفات استراتيجية مهمة خاصة تحدثنا عن أن هناك صراع أمريكي روسي وصيني أيضا خلافات عديدة مع دول الغرب لذا أعتقد أنها كل تجتمع في بوطقة واحدة وتدعو الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد بأن هناك نعم خلافات ما بين الطرفين أعتقد الخلافة الأساسي والرئيس ما بين أنقرة وواشنطن هو موضوع صواريخ أس 400 ولكن أنقرة تحدثت قبل فترة تتذكر على لسان وزير خارجيتهم وممكن أن تجد صيغة عن طريق عدم تشغيلها لا بس كان أوضح اسمحنا على المقاطعة أو ستاستها كان أوضح سيد مولود شويش أغلو بعد لقاءه مع سيد بلينكين اللقاء الذي أشرنا إليه دعنا نستعرض بسرعة ما قاله فيما يتعلق بمنظومة الأس 400 يقول لسيد شويش أغلو فيما يتعلق بمنظومة الأس 400 تركيا اشترتها والأمر منتهي بمعنى آخر لن نتراجع لا عن استخدامها ولا عن نصبها على الأقل هذا ما يفهم من هذا الموقف هل هذا هو الموقف التركي الرسمي الآن فيما يتعلق بهذه المنظومة لأنها كما أشرت يعني عقدة أساسية في العلاقات بين الطرفين يعني التصور أعتقد الوزير التركي اليوم وضع نقطة على السطر في هذا الموضوع أو وضع هناك سقف محدد للتفاوض ما بين البلدين ما بين أنقرة وواشنطن وكأن أنقرة تقول أن أي تفاوض حول هذا الملف أو أي ضغوط من قبل واشنطن على أنقرة في هذا الملف سوف يكون هناك التفاوض على ملفات أخرى أقصد ملفة حلقولان أقصد ملف أكراد سوريا يعني هنا أنقرة تريد أن تكون هي الجهة التي تتعرض للضغوط هي تريد أن تضغط على الجانب الآخر هناك ناهيك عن أن هناك داخل الإدارة الأمريكية بعض الجهات ترى بأن أهمية تركيا موقع تركيا استراتيجي وأيضا موقع تركيا في ملفات في الشرق الأوسط في جرق المتوسط في القوقاز كل هذه أعتقد أنقرة تدرك أهمية هذه النقطة وكما استفت قبل قليل بأن التنصيق التركي الروسي وأيضا الزيارة وزير خارجية الصيني هي إن كانت هذه الزيارة لها أبعاد مختلفة بالنسبة للصين لكنها هي تضع تركيا أو تزيد من أهمية تركيا لدى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية سيد فسك لو استعرضنا بسرعة بعض الملفات أو الخلافات العالقة بين الطرفين تحدثنا عن منظومة الاس 400 هناك موضوع برز مؤخرا عندما انسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول المتعلقة بحماية المرأة من العنف وإلى آخره كان هناك موقف أمريكي واضح في هذا الموضوع موقف غربي واضح في هذا الموضوع ضد هذه الخطوة التركية هناك مسألة الإصلاحات الداخلية الإصلاحات الديمقراطية ومسألة حقوق الإنسان إلى أي مدى هذه النقاط الأخرى قد تكون ربما قضايا أكثر تعقيدا للتعامل معها مع الجانب التركي أعتقد أن هذه قضايا موجودة ولذلك أنا أثرت مسألة انسحاب تركيا من اتفاقية حماية النساء ولذلك أعتقد أنه بالرغم من قوة التحالف والعلاقة بين تركيا وأمريكا والتي تعود إلى عقود فإن الجيش الأمريكي ما يزال لديه السلاح النووي وهناك نشاط عسكري لجيش الأمريكي من خلال قاعدة إنجرليك وهناك العديد من المواقع التي يعمل فيها الطرفان وأعتقد أنه من أشياء الأخرى التي عليها خلاف والتي يجب حلها هذه القضايا الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك شيء آخر هو أن أردوغان إذا رأى أن ذلك الموقف الذي اتخذه إذا بايدن سيكون حاسما في إدارته لشأن تركيا هو كان يتفق أكثر مع ترامب وهناك انطباع بأن الأمر لا ينطبق على علاقته بايدن طبعا هناك سبع عقود من الألقات بين البلدين وأردوغان ما يزال يلعب دورا مهما هنا أستاذ طهر هذه الملفات التي نتحدث عنها هل يمكن الخوض فيها من وجهة نظر السيد أردوغان على الأقل المسائل الداخلية البحثة نتحدث عن الإصلاحات الداخلية التي يشير إليها الجانب الأمريكي مسألة حقوق الإنسان مسألة المعتقلين إلى آخره هل هذه قضايا خاضعة أو قابلة للتعامل معها من قبل الرئيس التركي برأيك اسمح لي في البداية أشير لك نقطة مهمة وخاصة تحدثنا عن سبب عدم الاتصال إلى حتى هذه اللحظة على ماذا سوف يتحدثان بايدن وأردوغان هناك نقاط خلافية متعددة كما تفضلت أس أربعمائة أكراد سوريا حقوق الإنسان موضوع خلافية لذا أعتقد هذا هو الأسباب ولكن تركيا بالمجمل هذا الموضوع تركيا هناك لاحظنا لغة مختلفة تماما أو مراجعة مختلفة عودة إلى الواقعية السياسية من وجهة نظري فيما يتعلق بسياسة أنقرة اليوم لاحظنا أن هناك تغيرات في إدارة الحزب هناك تغيرات عن تعديلات وزارية مرتقبة أيضا هناك تغيرات في اللهجة حيال الاتحاد الأوروبي حيال الولايات المتحدة الأمريكية وحتى عدد كبير من الدول العربية كمصر والمملكة العربية السعودية وأعتقد أن أنقرة تحاول قدر الإمكان هي توجيه رسائل للولايات المتحدة الأمريكية بأن تركيا حاليا هناك سياسة مختلفة تماما التي كانت تنتهجها في السابق أقصد قلال العامين الماضيين خاصة في ظل إدارة ترامب ولكن حاليا النقطة الأساسية وأعتقد على الحديث عن أن اللقاء الذي جمع الوزيرين اليوم هو مؤشر إيجابي ولكن هناك التصريحات الأمريكية إلى حتى هذه اللحظة هي دائما تضع هناك عدم أو فجوة في السقم بين أطرافين وخاصة الانتقادات المتواصلة من قبل واشنطن ضد أنقرة لذا أعتقد أن إلى حتى هذه اللحظة من المبكر جدا الحديث بأن عودة العلاقات إلى السابق لا لا تحدث عن عودة العلاقات إلى بشكل طبيعي أستاذ طه ولكن من اللافت أن نرى في البيانات الأمريكية التي تصدر مثلا عن وزارة الخارجية مثل هذه اللقاءات يعني البيان الأخير أشار إلى مسألة يتحدث عن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا في سوريا أو أفغانستان يتحدث عن مسائل يمكن للطرفين أن يتعاون فيها الآن هناك جلسة من محادثات السلام بين الطالبان والحكومة الأفغانية من المفترض أن تجرى في تركيا وبالتالي هناك أشياء ربما مشتركة يمكن للطرفين الحديث فيها طبعا القضايا الخلافية الأخرى تبقى قائمة وبالتالي من هنا السؤال كان القضايا المرتبطة بالوضع الداخلي إلى أي مدى هناك حلحلة فيها في الفترة القادمة في تركيا كما هو الحال على ما يبدو في بعض الملفات الخارجية يعني كما أشرت لك قبل قليل قبل أيام كان هناك وضع رئيسة تركيا الرجال بطيب أردغان خطة لإصلاحات إن كانت في الاقتصاد إن كانت في القضاء اليوم هناك تغييرات في إدارة الحزب وهذه التغييرات الهدف الأساس منها كما قال اليوم نحن مصممون على كسب الأصدقاء ويقصد هنا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وهذه سوف نراها بشكل واضح في التعديلات الوزرية وخاصة فيما نتحدث بالوزراء الذين كان لهم سببا في توطير العلاقات مع تلك الأطراف لذا أعتقد أن هناك نية أو رغبة تركية من قبل حكومة أردغان لطمأنة الجميع وحتى لا تستطيع أو أي دولة أخرى الاتحاد الأوروبي أو حتى أمريكا أن تنتقد تركيا في ملفاتها الداخلية بالمناسبة ما أشرت إليه سيد طه قالوا حرفيا الرئيس أردغان يقول الرئيس أردغان سنواصل بناء علاقاتنا مع كل الدول من الولايات المتحدة إلى روسيا من الاتحاد الأوروبي إلى العالم العربي استنادا إلى مصالح تركيا وتطلعات شعبنا سيد فسك ما رأيك؟ السيد عودة أوغلو وصف هذه السياسات بأنها عودة إلى الواقعية السياسية هل تلمس واشنطن أي شيء من هذا القبيل من وجهة نظره؟ أنا أتفق مع تحليله أرى أن تركيا بدأت تنظر إلى خيارات التعاون أكثر وهذا كان دورها على مر التاريخ لأن لديها موقعاً جغرافياً مميزاً يمكن أن تتعامل مع الشرق والغرب على حد سواء ولذلك من الطبيعية أن تطلع بدور كهذا وأعتقد أن ما يمكن أن يؤمل هو أن تقوم الدولتان بإعادة مراجعة العلاقات بينهما بالنسبة لتركيا طريقة نظرها إلى قضاياها الداخلية وخصوصاً عندما كان أردوغان في واشنطن العاصمة وحدثت هناك مصادمات بين رجال أمنه وذلك كان قد أثر السياء في أمريكا وتم اعتقال البعض لذلك أعتقد أنه يمكن أن نتحدث عن الأشياء التي يمكن تجاوزها والتعاون فيما يخدم البلدين الشعب الأمريكي يتطلع إلى رؤية إصلاحات تتحقق في تركيا ولم يكن هناك أشياء فعلتها إدارة ترامب لا يمكن لإدارة بايدن أن تفعلها الآن نذكر أنه كانت هناك عقوبات على بنك تركي بسبب تعامله مع إيران رغم العقوبات لذلك أعتقد أن إدارة بايدن يمكن أن تحسن العلاقات مع تركيا على المدى المتوسط الدبلوماسية تبعث على التفاؤل في عهد بايدن وعلينا أن نجد المحادثات التي تجري في تركيا وتصدفها تركيا وتلك المفاوضة بين طالبان وأمريكا هي إشارة إيجابية لأنه دائما كانت هناك علاقات جيدة بين أمريكا وتركيا خلال سبع عقودنا الماضية أيضا لافت ما ذكرته سيد فسك ويعني الرئيس أردوغان تحدث بالحرف الواحد عن هذا الموضوع وقال تركيا لا تملك ترف أن تدير ظهرها لا للغرب ولا للشرق سطها يعني أود أن أسألك هذا التحول هذه الانعطافة إذا جاز التعبير خلال فترة وجيزة ما الأسباب الحقيقية برأيك وراءها هذه الوقعية الجديدة التي على ما يبدو السيد أردوغان بصددها في الفترة القادمة يعني بتصورها أعتقد هناك أسباب عديدة خارجية وداخلية بالدرجة الأولى الأسباب الخارجية وهي الإدارة الأمريكية والمتغيرات الدولية وليست هي في تركيا ولكن عدد كبير من الدول في العالم هناك أصبحت تقوم بالتغيرات وإعادة حساباتها من جديد نظرا لهذه الإدارة التي حاليا جل اهتمامها سوف يكون فقط على الصين وعلى روسيا وإهمال نوعا ما موضوع الشرق الأوسط لذا نلاحظ أن حاليا التقارب التركي المصري يأتي في هذا الإطار يعني من إحدى زوايا يعني أن ضرورة التنصيق ما بين تركيا كدولة مهمة جدا في شرق الأوسط ومصر كدولة مهمة أيضا هذه من جهة النقطة الأخرى موضوع الداخلي يعني التصور أعتقد أن هناك في الداخل التركي هناك أصبحت بعض الدعوات أو المطالب في ضرورة مراجعة جزرية للملفات الملفات المرتبطة يعني هي خارجية ولكن مرتبطة بالداخل أقصد ملف الليبي الملف السوري كل هذه الملفات تهين إعكاسات وهذه الإعكاسات كانت صبت بشكل سلبي نوعا ما على الملف الاقتصادي لذا لاحظنا أن رئيس أردوغان خلال الفترة الأخيرة الماضية هناك سياسة مختلفة تماما كما أشرت لك قبل قليل لهجة مختلفة هناك تغيرات بشكل كبير على الصعيد الداخلي خاصة أن أنقرة كما تعلم مقبلة بعد عامين تقريبا من الآن على انتخابات رئاسية برلمانية وهذه الانتخابات لن تكون كباقي الانتخابات التي شهدتها أو شهدها حزب العدالة والتمية خلال عقدي من الزمن هناك أحزاب من الممكن أن تتحالى كمرشح معارض الرئيس أردوغان وسوف تكون تسبب له بعض القلق في الانتخابات المقبلة سيد فزك مسألة الداعية عبدالله قولن هذه مسألة مثارة منذ فترة طويلة على إدارات أمريكية متعاقبة هل تتوقع أي تغيير في الموقف الأمريكي إزاء هذه المسألة إزاء مسألة تسليم السيد جولن موجود في ولاية بانسلفينيا الأمريكية أعرف أن إدارة بايدن كانت لديها بعض التأخرات في مسألة المرحلة انتقالية وبطبيعة الحال لم أسمع نقاشات عن تغيير موقف أمريكا حيالا نظرتهم إلى فتح الله قولن الذي يوجد في بنسلفينيا ولا أعرف إذا كان سيحدث تغير أستاذ طه هذه مسألة ما زالت أولوية بالنسبة للرئيس أردوغان في المرحلة القادمة في تعامل مع الإدارة الجديدة يعني بتصور نعم هي أولوية بالنسبة لأنقر ولكن خفت نوعا ما كما شاهدناه في السنوات الماضية ولكن حاليا كما تعلم كما أشرت لك قبل قليل صواريخ S-400 ممكن أن يكون هناك ضغط من قبل أنقر في حال التخلي عن هذه الصفقة يجب أن تتخلى الواتفة المتحدة الأمريكية عن دعمها لقوات قسد أو تسليمها لفتح الله كل هذه الأمور هي تأتي لتكون مقايدة أو مقايدات على الطاولة ما بين الطرفين بمناسبة الحديث مرة أخرى العودة إلى المنظومة S-400 كمان لافت أيضا ما قاله السيد شاويش أوغلو أن تركيا ستهدف لسد احتياجاتها الدفاعية مستقبلا من الولايات المتحدة أو من حلفاء آخرين في حلف الناتو هل هذا يعني محاولة لإرضاء الواشنطن والقول الـ S-400 اشتريناهم هل لا يعني مش ممكن نرجعهم للجماعة فيمكن في المستقبل نأخذ المنظومات والاحتياجات الدفاعية من الدول الغربية هل هذا يمكن فهمه من كلام السيد شاويش أوغلو يعني أعتقد هي تصريحات تركية ليست شاويش أوغلو ولكن تصريحات تركية عامة تؤكد بأن تركيا هي أقرب في المتحدة الأمريكية أقرب إلى الناتو وأنها هي حليف ولكن ما حصل اقتناء صوريخ أس 400 كانت له عدة أسباب وهذه الأسباب هو المماطلة لحلف الناتو ومماطلة المتحدة الأمريكية أبان حكم أو سلطة إدارة الرئيس أوباما وأيضا هناك المحاولة انقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا نعم باتريت نعم وأيضا المحاولة انقلابية الفاشلة في عام 2016 كانت تركيا يعني كانت هناك منعزلة تماما لذا أعتقد أن تقربها من روسيا جاء في ظل يعني أن هناك البعد الأمريكي والأوروبي أو حلف الناتو عن أنقرة ولكن في النهاية هي تؤكد في أكثر من مكان أو أكثر من تصريح تقول بأنها هي أقرب إلى واشنطن وأقرب إلى حلف الناتو طيب حتى نختم سيد فسك يعني الآن هذه المكالمة الهاتفية التي لم تجري حتى الآن بين السيد بايدن والسيد إردوغان هل هذا مؤشر على أن العلاقات قد تتحسن بين واشنطن وأنقرة على المستوى العملاتي إذا جازت تعمير المستوى الرسمي ولكن بايدن وإردوغان المسألة مختلفة ما رأيك في ذلك أرى أرى أن غياب الاتصال الهاتفية ربما جاء لوضع حد فاصل بين إدارة بايدن ومقاربة سابقه ترامب وأن منهجه سيكون مختلفا مع إردوغان وأعتقد أيضا أن الأهم في هذه المكالمة وهذا النقاش هو أن الطرفين الآن لهم محادثات وذلك بنية حسنة من أجل إنعاش هذه الشراكة الضرورية بين البلدين وكل شيء ديبلوماسي سيؤدي إلى مخرجات إيجابية وهذا قد يأخذ وقتا على سبيل المثال الطرف التركي يقول إن S-400 يمكن أن تنحى وبالتالي نتعاون في أشياء أخرى ولذلك هناك طرق عدة لتحسين العلاقات ورفع العقوبات مثلا وهكذا يمكن للطرفين أن يظهر لبعضهم بعض بعض الإشارات لحسن النية من أجل تجديد وإنعاش العلاقة الجيدة بينهما أنا أؤمن بأن سبعين سنة من العلاقات الجيدة ستشفع لهذه الخلافات وستؤدي إلى استئناف العلاقات بين البلدين لأن هناك قواس مشتركة عديدة شكراً جزيلاً لك سيد روجر فسك المستشار السابق للرئيس باراك أوباما كان معنا من واشنطن وأشكر ضيفنا من إسطنبول الأستاذ طه عودة أوغلو الباحث في العلاقات الدولية شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر